أهلا بكم في حوار اليوم كيف يبدو الواقع الصيدوي اليوم بعد سقوط ظاهرة الأسير وحكم الأدام؟ إلى متى ستستمر عن الحلو قنبلة موقوطة؟ وما هي سبول المعالجة؟ ماذا عن علاقة صيدة مع محيطها وعلاقة الصيدويين مع بعضهم البعض؟ هل بدأت تحضيرات للانتخابات النيابية عمليا؟ وماذا عن التحالفات والخصومات؟ هذه العنوين وسواها نفتحها اليوم على طاولة حوار اليوم مع الرئيس السابق لبلدية صيدة دكتور عبد الرحمن البزري أهلا وسهلا فيك دكتور صباح الخير لأيها كل اللي عم يشاهدونا لحن بلش من الشأن الصيدوي حكم الأدام على الشيخ أحمد الأسير على أثر أحداث عبره على ما يبدو ترك أثر بالمدينة هناك بعض الاعتراضات والمواقف كيف يوصف الصيدويون محفلة بداية وحضرتها كيف شايفة؟ حقيقة بداية خلينا نبلش نحط لخطوط النقاط بموقعها صحيحة صيدة مدينة تعتبر نفسها جزء أهم جدا من الكيان اللبناني وبتعتبر أنه لها دور كبير أساسا في النسيج اللبناني ما ننسى أنه هي مدينة رغم حجمة اللي يعتبر نسبيا صغير لكن لها دور كبير كان في الاستقلال منها بطلين استقلال حقيقة يعني إن كان الشهيد رياض الصلح ولا الرئيس سعد العسيران اللي يرحمه هول كانوا من صيدة لها دور كبير بشخصيات صيدوية لعب الدور كبير على الصعيد الوطني سواء الرئيس الحريري الله يرحمه الشهيد الحريري سواء معروف سعد سواء الدكتور نازيه البزري كلهم هول شخصيات كانوا لهم واقع وتأثيرهم على الصحة اللبنانية فأسا صيدة تعتبر نفسها جزء لا يتجزأ من هذا النسيج الوطني اللبناني وهي مدينة حاضنة حقيقة لما يسمى التعايش اللبناني والمزييك اللبناني اللي نحب نسميه نحن وهذا اللي بفسر لماذا مثلا تمكن للأسف بعد الحرب الأهلية والأحداث المؤسفة التي ألمت بكل لبنان كانت أسها العودة هي العودة المرتبطة بصيدة جزين بسبب الموقف الصيدوي عادة الذي يعبر عن حقيقة الواقع اللبناني لكن صيدة ليست جزيرة معزولة يعني صيدة تعرضت لما يسمى الخضات اللي تعرضت لها الساحة اللبنانية والساحة الإقليمية كلها وهذه الخضات أدت إلى ظهور ونشوء بعد الظواهر التي أدت إلى حدوث نوع من التطرف في الخطاب السياسي وهالتطرف بالخطاب السياسي اللي أخذ أحيانا منحة مذهبي أو ديني تطور ليصبح أيضا عنصر له علاقة بالشارع من قطع طريق ومن ثم وصولا للاشتباكات مع الشيش اللبناني هي ظهرت شيخ أحمد الأسير لذلك صيدة هي أكثر مدينة عانت من تداعيات هذه الأمور لأن صيدة هي أساسا عصمة الجنوب وعصمة منطقة واسعة عندما يحدث هناك ظاهرة متطرفة في مدينة صيدة أو يصبح الخطاب بصيدة خطاب تطرفي صيدة جزء من دورة الأساسية الانفتاحة المرتبط بعلاقات السقفية أو التجارية أو الاقتصادية يتدرر لكن للأسف نحن اليوم بدنا نحكي الواقع اللبناني كما هو نحن ما في شك كمين حتى نكون واضحين صيدة تؤيد الجيش اللبناني تحترم الجيش اللبناني تدعو إلى إنشاء جيش قوي وقادر على حماية الحدود وحماية السلم الأهلي وهي تدعم بهذا الخطوط ولذلك فشهداء الجيش اللبناني هم شهداء مدينة صيدة وأي تعدي على الجيش اللبناني هو تعدي على مدينة صيدة وهذا أنا برأيي موقف يعني تقريبا عام ولكن هناك شعور حقيقة مش مقتنع الشارع الصداوي إنه في عدالة مثل ما عم تطبق عليه عم تطبق على الأخرين وفي شعور اليوم عند المواطنين بشكل عام ومش بس بصيدة بمناطق تانية بلبنان أحيانا موجود عند مذهب أكتر من آخر أو أحيانا عند طبقة شريحة من الناس أكتر من آخر أن هناك القانون ليس عادلا على الجميع ونحن خلينا نتذكر هناك مثل لاتيني يقول القانون جاف ولكنه القانون أهم عنصر بعناصر القانون أن يشعروا المواطن أن الجميع متساوي أمام القانون هناك شعور برجع أقول هناك شعور وأنا برأيي هنا واجب لقييمين على الدولة أن يبددوا هذا الشعور هناك شعور عند المواطنين جزء من المواطنين لبنانيين وجزء من سكان أهالي سيدة هناك شعور بأن القانون لا يطبع على الجميع بالتساوي وهناك شعور أخطر من هذا بأن القانون لا يطبع على الجميع بالتساوي هناك شعور أخطر هناك شعور يقول أن هناك بعض القوى السياسية من الصف الأول بكل المعسكرين رفعت منصوب خطابة السياسي ساهمت في خلق أجواء التوتر والتوتير ومن ثم ذهبت لكي تتفاهم تحت سقف تفاهمات سياسية عم نعيشها وكل يوم منعاني من ارتدادات الأزمة السياسية من يوم كان عم ينحكي بانتكاس السياسية وبما بعرف الشو وبتعرف بكل هالأمور خطة حكومية اعتكاف لرئيس الحكومي المواطني اللبنانيين كل يوم عم يشوفون بالجرائد وبالأخبار وفجأة التفاهم مع بعضهم ولكن تركوا الجمهور اللي هن أخذوه أساسا برجع بقوله اللي أخذوه من المحلين تركوا هذا الجمهور بحالة ضياع وبحالة انكشف من شانك نحن بنقول وحرصا على ما يسمى شعور يعني ارتباط الناس بوطنهم وبقضياتهم يجب طمأنة يجب طمأنة الشارع الصيدوي كيف يطم ذلك دكتور؟ طمأنة الشارع الصيدوي مثلا أعطيك مثل صغير أنا من كم يوم بيجيني اتصال مثل كل اللي بيشتغلوا بالسياسي بالمدينة أنه ابننا أخذوه مثلا تم استفسارت عن ابننا أخذناه اليوم الجمعة بعد الظهر الثانين بدي يحققوا معهم ما بعض الشيء طب طالما هو موجود وفي هذا الظاهر أرواح خمس مرات تخذوا الثانين لأشو عم تاخدوا الجمعة يعني يعني أنه الهدف أنه في إفريكلو رأبته أو راسه هالثانين ثلاثة أربعة نحن مع القضاء ونحن مع الأمن ونحن نعتبر أنه الإنجازات الأمنية التي تحققت في لبنان نرجع من قول الإنجاز الأمن اللبناني يعني له التحية وله الدعم وله تقف ولكن هذا الإنجاز يجب أن يتم التعامل مع المواطنين بما يشعر المواطن بأنه حقيقة إذا أخطأ هو قبلين وقبلين يدفع سمال الخطأ ولكن عليه فيه فرق بين الحفاظ على كرمته وحفاظ على وما يثم دفع الخطأ لذلك فيه تمني وهون التمني مش بالعكس المؤسسة العسكرية قامت بيدورة ولا تتحمل أي مسؤولية وأنا مش بصدد مناقشة القضاء كمان لأنه حقيقة ما عندي معلومات عن طبيعة الدعاوة والمعلومات اللي فيها لكن هون هذا النداء موجه لمن يدير الأمور الآن في البلد هذا الطبقة السياسية التي توافقت مع بعضها عليها أن تلحظ أن هذا التوافق لا يكفي أن يكون بينها يعني التوافق لا يكفي أن يكون بينها لا يكفي أن يراعي مصالحها لا يكفي أن يراعي خصوصيتها عليه أن ينتقل إلى مستوى العالم إلى مستوى الناس العاديين يعني دي سألك سؤال قبل ما يجي فخمة الرئيس الجنرال عوني اللي نحنا كنا كنا من الناس اللي دعمين لمجته وكنا نعمل لمجته كان في شعور عند المسيحيين في لبنان أسمي كبير منهم أنه هناك غبن مضبوط لا لا في هناك تهميش بالدور السياسي مجيء الجنرال عون رجع أعطى رجع أعطى ديناميكية لشريحة هم جدا في لبنان هي الضور المسيحي في لبنان بالماضي تاريخيا كان في غبن عندigo بالناس الشيعة كان يعتبر أنه كمان في غبن ثم شما ذأ يعني تغير المشهد السياسي وصار فيه ديناميكية الشيعية ونحنا نتأمن أن يكون هناك فيه ديناميكية سنية مش لأنه نحنا بدنا ديناميكية السنية مقبين الديناميكية الشيعية أو الديناميكية المساحية بدنا هاتلت ديناميكيات هول تلتقوا ليتحولوا إلى ديناميكية وطنية يعني أنا اليوم كمواطن لما نبحث حالي مغبون لأنه مرتبط بمذهب أو مرتبط بطيار سياسي ساعتها بيكون كل جهدي مواطنجي لما شو يعني جهدي مواطنجي ساعتها أحاسب الحكومة على الضريبة وحاسب الحكومة على الكهرباء والماء وحاسب الحكومة على الغلاء وحاسب الحكومة على فرص العمل بينما هلأ للأسف عم يحطوا الناس بمواقع لكي يحاسب الحكومة والحاكم بغض النظر عن إنجازه وعن يحطوه بواقع لكي يحاسبه من خلال ما يسمى الموقف المضاد دكتور اليوم إذا كان هناك من بالشارع الصيداوي والسنة تحديدا غير مقتنى أو معتبر فيه مظلومية لجراء الحكم كيف تقنع عائلات شهداء المؤسسة العسكرية اللي شايفوا أبنائهم أنه سقطوا على يد مجموعة مسلحة والأوتيفي عرضت أيضا يعني شرائط تثبت شو اللي صار كيف بدك تقنعون إنه والله الحكم مش عادل وهم معتبرين إنه في بعض الأحكام بفضل شيكر وسوى هي الغير عادلة وكان لازم يكون الحكم أعلى منها خليني إليك شغلي أنا برأيي من الخطأ بمكان أن نضع عائلات الشهداء الجيش اللي أنا برأيي هني هني شهدائنا كلنا شهداء الجيش شهدائنا جميعا وعائلاتهم عائلاتنا جميعا وما حدث لأبنائهم هو يعني يعتبر تضحي قدموها لكل المواطنين اللبنانيين ونعتبر أن مؤسسة الجيش هي مؤسسة الجيمة يعني خليني نطلع عن براتها النقاش ولا يجب أن نضع العائلات بمواجهة بعضها يعني أنا بتأسف اليوم لما نشوف أنه والله أحد التلفزيونيات بصور في ناس مع تصمين هون وفي ناس مع تصمين هون التنافس ليس بين المواطنين خلينا نبلها دولي التنافس هو حقيقة يجب أن يكون مش تنافس العتب هو بين المواطنين وبين من يتولى أمور المواطنين يعني خلينا نميز الناس مش بمواجهة بعضها بالعكس الناس لجب أن تكون مع بعضها والمصيب يجب أن تجمع الجميع لأنه الذي أخطأ بهالميلي أدى إلى حدوث تضحية بالميلي الأخرى وحدوث الشهادة بالميلي الأخرى لذلك الخطأ ليس بين المواطنين الخطأ هو في إدارة كانت الملفات السياسية في زمن لبنان راح على الانقسام الإقليمي الفاضح كان فيه انقسام إقليمي واضح كان فيه رهانات على مشاريع أنه كنا نعرف الرهانات ما بدأنا نرجع عن عيدها وبعده لأهلأ يمكن أن يتعتب فخمة الرئيس عون على موقفه بالأمم المتحدة وبعده لأهلأ يعني اللي بيعملوا الوزير جبران بسيل بعده لأهلأ اهتزازاته ما خلصت هذه كله بعده تداعيات ما يسمى الانقسام الإقليمي الذي أدى إلى حدوث الانقسام بالساحة اللبنانية صيدة جزء من الساحة اللبنانية مخيم عين الحلوي جزء من الساحة اللبنانية طرابلو جزء من الساحة اللبنانية المناطق الأخرى جزء من الساحة اللبنانية التنافس والنقاش ليس بين المواطنين شهداء الجيش هن شهداء كل الوطن وأهلن هن أهلنا وكلنا من نعرف نحن أن هذا الموضوع يجب أن يكون خارج النقاش السؤال الأساسي كيف تطمئن هذا الذي حدث حدث. وإن شاء الله يتم استدرك تداعيته. ولكن هناك نمطية ماشية. هناك شعور عنده المواطنين بأن دولته بغض النظر مش بس مذهبيا وطائفيا. دولته أحيانا متخلي عنه. وبالتالي نحن هون متأمنين بهذا العهد الجديد أن يحدث الفرق. اليوم كان الشيخ أحمد الأسير يقال في مظلة سياسية أو في مين؟ إبباط أو دعم أو غير ذي. هل اليوم صيدويا هذه المظلة لا تزال موجودة اليوم. البعض يحمل مثلا النائبة هي الحريري. مسؤولية أنها كانت غض النظر. البعض سمى جنود الست لما عند جند الشام وغيرهم بألمنطة. هل فعليا هناك أطراف سياسية بمدينة صيدة هي تحمي هذه الظاهرة أو تلك وتحاول تلقف ظواهر معينة لإستثمار سياسي أم لا؟ هاي دون سياق نحن نعرف أنه خليني رد عليك بطريقة تانية. فخمت الرئيس من كم يوم بأحد خطاباته وكان واضح أنه نريد أن نفتح تحيق بأحداث أحداث عرسل. ماذا يعني أحداث عرسل أو غيرها؟ كان هناك نوع من تفسير سياسي مختلف لبعض المواقف ولبعض الأحداث. يعني كانت القوى السياسية كان التجاذب والاستقطاب وتصعفا التنافر والاستقطاب كان على أشده. كان التمترس على أشده. وبالتالي كان هناك كل يوم في يعني ما كان صحيحا هوني كان مرفوضا بالميلة الأخرى والعكس صحيح. لذلك اليوم كان في قوى سياسية تعتبر أن ما يحدث اللي بعدين ممكن هلأ اكتشفناه غلط أو صح كانت تعتبره صح وبهذاك الوقت اللي كانت تعتبره غلط كانت تعتبره صح. هل برجع أقول المشكلة الوحيدية اللي نحن عمل. الوحيدة الأساسية اللي عم نحمل الأمر أنه عندما عندما قرر زعماء هذه الكتل السياسية واللي هن للأسف زعماء طائفيين ومذهبيين رغم عمقه الوطني. يعني أنا ما بدي جرد حدا منهم من عمقه الوطني. كلهم له مواقف وطني وعمق وطني وقراءة وتفسير وطني. وأنا من الناس اللي بيأمنوا أنه كل واحد بضحي لقضية وطنية. بغض النظر لو أنا بيختلف عنوية بالقراءة هو يستحق أن يكون شهيد. يعني كل واحد حقيقة بضحي وبيستشهد وبيتحض جهد بقراءة لما يريد لبنان أن يكون. حتى لو أحيانا بيختلف عنوية بهذه القراءة يستحق الاحترام ويستحق التقدير لأنه هو آمن بفكرة وعمل من أجلها وضحى من أجلها واستشهد من أجلها. وبالتالي منعتبر كل شهداء الجيش هن شهدائنا لأنه نحن الجيش مؤسسي لا يمكن التخلي عنها أو عنها سراء. سؤال أساسي. برجع منقول التفاهم التفاهم اللي صار من فوق ما ما قدروا يحولوا إلى تفاهم على مستوى الجمهور على مستوى الناس. ليه؟ لأنه من مدى لمدى. إذا بتلاحظ أنت بعده حتى هذا بين الحين والآخر برجع كل واحد بعليه لخطابه السياسي. يعني هلأ بعد زيارة الوزير بسير ما سمعت خطابات ومواقف حادي وعالي وحتى ما استعمل مصطلحات دونكي شوتي وعلى آخره. هذا كله بعده استنفار لما يسمى للتموضع ما قبل التفاهم. لأنه في انتخابات هذا الخوف. لأنه إذا رأى true ochi no one get to an assid. وما عندهم شي تانية يقدمو. يعني إذا ما قدروا يقدمونا كهرباء ما قدروا يقدمونا مني. ما قدروا يقدمو خدمات. ما قدروا يقدمو نا سلسلة مموّلة. ما قدروا يقدمونا موازنة. ما قدروا يقدمونا آآآآ بفرس عمل للمواطنين. حيرجعوا مرة تانية يلجأوا للأسف للخطاب اللي بيعتبرو ربيح سياسيا. اللي بيعتبروه ربي ح سياسيا ولكنه خاسر وخسير وطنيا ظاهرة أحمد الأسير انتهت فعليا بالمدينة ما بدنا نقول أحمد الأسير يعني هذه ظاهرة التطرف بالمدينة ليطغب بفترة معين على الاعتدال المعروفة فيه تاريخيا انتهت عمليا أو فيه مخاوف أنه ممكن ترجع تتكرر لك الشيخ أحمد الأسير هو خلينا نقول هو ليس سببا هو نتيجة هو نتيجة كل واحد يفسر النتيجة على زوءه حتى كمان يعني الناس بقوله أن نتيجة بسبب مواقف بعض القوى مما كان يحدث إقليميا والسبب والناس الثانين بقوله هو نتيجة بسبب ما يسمى الغطاء السياسي اللي تأمله والدعم اللي تأمله لكن حقيقة هو كان هذه الظاهرة التي مرت فيها صيدة والتي تعتبر غريبة عنها مثل ما تفضلت وانت تعرف لك جزور صيدوي كريم وعميئة بمدينة صيدة صيدة غير يعني صيدة تاريخيا معروفة بتضحيط الوطنية بتضحيط الجامعة معروفة تاريخيا بانتماء الى الوطن وإلى النموذج المتكامل بالوطن ولكنها طعب يعني مثل ما صار بكل الوطن اهتزت وهذا الاهتزاز كان له أسباب نحن نتأمل أنه هالأسباب هذه أن تكون تزول وأن يتم استيعابة ونتأمل أنه أن تكون تداعيات هذا الاستهلال خفيفة حتى لا يشعر المواطن الصيدوي أنه هو مستهدف لأنه هو بيرجع بيعتبر حاله جزء أساسي من النموذج اللبناني ويريد أن يحافظ على النموذج اللبناني وأنا تبقى أنا عم بيحكي من موقع وأنت بتعرف أنا موقع اللي جاي منه الموقع اللي جاي منه يمكن أن أنت مستغرب صيغة الحكي اللي عم قدمها لكن حقيقة أنا مضطر قدم حتى أكون صادق معك ومع الجمهور اللي عم يسمعنا وأنت بتعرف أنه أنا بفترة من الفترات هذه الظاهرة حتى كانت تستهدفت كنت تستهدفني إلى إلي ولكن خلينا مميز بين الاستهداف والمخطط السياسي وبين ما يحدث للناس إذا قبل ما كفي بس بديشير إلى أنه الشرطة بالمولايات المتحدة عم تقول أنه حادث لازل ويغاس اليوم عشرين قتيل حتى هذه اللحظة بإطلاق النار اللي حدث بلاس فيغاس أثناء احتفال فني لم تعرف بعد تدعيته إن كان عمل إرهاب أو أحد المواطنين الأمريكيين أو ما إلى ذلك ومبارح بكندا مبارح بكندا ومبارح بفرنسا كمان مرسيليا يعني ظاهرة الإرهاب المتفشي وهذا أنا برأيي رسالة لجميع اللبنانيين أنه نحن بالماضي في أسمن اللبنانيين التار يترك مش بس بسبب الوضع الاقتصادي التار يترك بسبب الوضع الأمني يمكن الحرج اليوم هذه المناسبة لإظهارهم إنه اليوم إذا حقيقة يعني ما علجنا أسباب التطرف ومنابع التطرف وقعدنا المواطن إلى مواطنيته حتى بالمجتمعات اللي بتاتي برحالة إنه هي نموذج لما يسمى العقد المشترك بين المواطن وبين المجتمعهم مثل كندا مثل أمريكا حتى شو بدي بأمريكا ممكن كندا أكتر بريطانيا أكتر وأكتر فرنسا كمان عظيمة بالعقد المشترك محل ما فيه شعور بالمواطن بالمواطني بالخدمات الاجتماعية برضو عم نلاقي هذه الظواهر فكيف نحن المجتمعاتنا اللبنانية المترك فيها المواطن اللي يدبر رأسه المترك فيها المواطن اللي يدفع هلأ غلى المدارس الخاصة المتروك فيها المواطن اللي يعمل الوسطى اللي يفوت على مدرسة رسمية المتروك فيها المواطن اللي معه هذه جامعية عم يضطر يعني يشغل بمهن يعني ما بدا سكيلز ما بدا كفاءات يعني لذلك أنا برأيي هذه يعني يجب أن نستفيد من هذه المصائب التي تحدث وأن نحولها إلى قوة لإنقاط الضعف إذا كان ملف الشيخ أحمد الأسير متروك حالياً للمسار القضاء اللي رايح على التمييز بطبيعة الحال ماذا عن عين الحلوة البعض يقول أنه هناك كنبلة موقوطة أعادت الحديث عن هذا الوضع خروج بعض المطلوبين وما عم نعرف كيف يفوتوا وكيف بيظهروا هل اليوم عين الحلوة تحت المجهر الأمنة هل في خطر ينفجر الوضع فيها خليني لك شغل عين الحلوة ممكن أنت لأنك كمان فيه كشورة صيدوية أو جزور صيدوية مهمة لازم تعرف هذا حقيقة الملف الفلسطيني بصيدة ملف يتعدى عين الحلوة هناك جمهور فلسطيني كبير هو يعتبر جزء أساسي من النسيج الصيدوي النسيج الصيدوي فعلياً بالتزوج بالشراكة بالعمل بالصداء حتى بالقراءات السياسية المتعددة لأنه صيدة مدينة طالما تاريخياً ارتبط أسما بالملف الفلسطيني وبالقضية الفلسطينية هلأ بالوضع اللي كان قائم ما بعد الطائف وحتى للأسف خلال الحرب الأهلية اللبنانية كان هناك ميزة فلسطينية في صيدوه وثم ما بعد الطائف وبعد ما أجد مرحلة ما يسمى الإدارة السورية للبنان وتعرف حتى هذه الإدارة السورية للبنان التي كانت تدير الملفات وقرر بالسياسي لأنها كمان أيضاً قراءات وضوابط على المستوى الإقليمي والعالمي يبدو أنه كانت مدينة صيدة يعني أو ما يسمى جنوب اللي طاني جنوب الأولي بالنهر الأولي كانت متروكة بما معنى أنه هي منطقة لا يجب أن يكون فيها النفوذ الإقليمي السوري نفوذ عالي جداً من هون كان كل واحد كان عنده ملفات أمنية وقضائية وكذا تم اتين به لهذه المنطقة النقطة الثانية الأساسية اليوم لسبب بده جلسي للنقاش كمان قامت حكومات مع بعض الطائف لأسباب يعني شعارات رناني ولكن للأسف نتائجها خطيرة جردت المواطن الفلسطيني من أي حق مدني بلبنان وبالتالي صار في عنا نحن 30% من النسيج الموجود بصيدة وحواليها هو نسيج يعيش بظروف اجتماعية ضيئة من هون وبالريح شو اللي صار اللي صار انه صار في كمان تعرض هذا النسيج اللي هي ظروفه الاجتماعية والاقتصادية ضيئة جداً وافقه السياسي مزدود كنا نعرف الأزمة الأزمة اللي عم يعيش القضية الفلسطينية تعرض لما تعرض له اللبناني وصار في ملف أمني مهم كتير بمخيام عين الحلوين بس بدأت شك مرة جديدة نقول متابعتنا الخبر الأمريكي الشرطة الأمريكية مطلق النار في الحفل الموسيقي هو مواطن محلي من ولاية نيفادا هلا مش شو بدي طلع أصوله شو بدي طلع أصوله مختل عقلياً أو كمان شو مثل العاب في فضلك كتا عم تلي عنه فهذا الوضع لذلك هذا النسيج يعني هذا النسيج تعرض للخضات الدولة عملت معه أمنياً يعني ضربت ما يسمى بحصار على مخيم عين الحلوين فصار الصراع بمخيم عين الحلوين هو يعني هو بين القوى اللي موجودة بعين الحلوين واللي هي بتمثل من بيسيطر أكتر على الأرض من اللي بمثل الشريحة الفلسطينية الأوسع وإنحنا كنا بنعرف أنه بعين الحلوين بكل شي فيه أفكار وفي كل شي فيه قوى فلسطينية موجودة بعين الحلوين مخيم ما حدا يستقل بحجمه يعني التأديرات الحقيقية بتقول 70 أو 80 ألف جوات كيلومتر مربع واحد يعني ما حدا يستقل بهذه المسيحة هلا في أسئلة اللي أنا حقل لي كمواطن قبل ما أكون كمسؤول سياسي أسألها أول سؤال من سمح بدخول هذا الكم من الأسلحة وشو كانت عم تعمل الدولة والأجهزة كزا عم نشوف أسلحة جديدة بين الحين والآخر من سمح بدخول مطلوبين غير فلسطينيين إلى المخيم بتهرب واحد بتهرب اثنين بس ما فيك تهرب كميات وهناك رموز حقيقية جدية تم بدخيلها شادي المولوي كيف يفوتوا دكتور يعني الواطن يشوف أنه في حصار حول هذا المخيم في سرديب نحن حتى القوى السياسية ثلاثة ربع الوقت منبلغ أنه نحن رايحين ونحن جيين وفاتين ودارين بالهدول وحياناً يسألون مين معك بالسيارة وكم واحد وما فيه أشيء حق ونحن نحترم كل هذا الضوء لذلك يعني فإذا كان فيه ديناميكية كمان تجري هناك بالهدول اثنين اليوم ليش نحن عم نطلع إلى ما يحدث الآن بالمحاكمات ومنعتبر لأنه هناك مطلوبين لبنانيين بالمخيم مش بس مطلوبين فلسطينيين جزء من هؤلاء المطلوبين ممكن تكون دعوهم يعني ممكن يكون يعني أمورهم القضائية نسبياً بسيطة وممكن تكون أمورهم معقدة لذلك كمان هذا الملف بده مقاربة بدنا نقولش أولوياتنا هل أولوياتنا نزع الفتيل وتنفيس الاحتئان وإلغاء ما يسمى حالة الجيتو اللي موجودة جوه واعطاء شعور بالأمان للفلسطيني واللبناني لأنه في لبنانية حتى بالمخيم اللبناني والفلسطيني ولمحيط المخيم يلي هو مش بس محيط صيداوي هو محيط صيداوي هو محيط جنوبي يعني نحكي بالمذهبية للأسف غالبيته شيعية وفيه محيط لا بأس به ووزن غالبيته مسحية كمان فإذن كل الطوايف بتقطع بالغالبية حول مخيم عين الحلوي وإن كانت لها صيدة لها الميزة فإذن هذا هوني هوني بدنا نقول نحن ما بدنا نرجع يعني ما بدنا نجي نحمل القوى السياسية في المخيم ما لا تستطيع أن تحمله بدنا نحن نسعد على التحميل في ملفات يجب إنجازة في عقوبات يجب تنفيذة في عقوبات يجب إعادة دراستة أو أحكام يجب إعادة دراستة وطالما عم يصير في يعني نقاش سياسي أمني على مرأبة عين الحلوي ومحاولة نزع فتيل مخيم عين الحلوي أنا برأيي يجب أن نتعاون جميعا على نزع هذا الفتيل هل سيتم تفضل؟ أنا متفائل لألك ليه بس بدنا نتفع على الهدف هل هو الهدف نزع الفتيل والغاء هذه الحالة التي كانت خطيرة جدا وبتشكل خطر مش بس على الفلسطينيين بتشكل خطر على اللبنانيين وبتشكل خطر على صيدة وبتشكل خطر على محيط صيدة وبتشكل خطر على الاستقرار اللبناني وخلينا نقول صيدة انتبه صيدة ماذا تعني؟ صيدة عاصمة الجرب عاصمة شرق صيدة ومحيطة صيدة ممر القوات الدولية ما حدا يستقل فيها صيدة ممر إلى فلسطين وصيدة الممر بجزء كبير منها إلى حقول الغاز والنفط في المستقبل يعني ما حدا يقلل من قيمة هذه المدينة وموقعها الجغرافي لذلك السؤال بدنا نرجع نقوله هل نحن نريد أن نحل مشكلة ولا رايحين حطين برأسنا في ثلاثة أربعة خمسة بدنا نلاحظون وبس هذه هي لسا قبل ما أسألك أنه هل تتوقع عمل أمن ما أو هل تخشى عمل أمن ما لماذا لا يتم تسليم المطلوبين؟ يعني اليوم مثلا في حكم صدر بحق فضل شاكر آخر الأحكام وسيوى لماذا لا تبادر القوى الفلسطينية لقول ببادرة إيجابية مننا أنه نحن جزء من هذا النسيج نريد المحافظة عليه هيدول المطلوبين شرعية لبنانية تفضل أن نحن نسلم كيهون وشفنا شرائد فيديو عم بيروحوا ويجوا ويكسر يعني أماكنهم معروفة ومغطيين ربما أمنيا سياسيا أو إلى ذلك حتى ما نقول من فوتهم نخلص منها القصة حتى ما نرجع منها حتى ما نقول من فوتهم نحن نتمنى على القوى الفلسطينية أن تساعدنا بتسليم المطلوبين خاصة المطلوبين اللي بتنحل مشاكلهم بالأمولية لكن أنت بتعرف أنه من كل مدى لمدى عندما يتم تحاول القوى الأمنية أن تقدم مطلوبا أو تسلم مطلوبا تولع على أسكرية تولع على أسكرية نحن كمان مش غيوين أنه إخوانا الفلسطينية أطلوا بعضهم جوا ويدمروا ما تبقى من البنى التحتية لأنه هذا كمان حتى تأثيره عليهم سلبي وعلينا سلبي النقطة الثانية كمان برجع بقولوا أنه هناك سياسة الأخذ والعطا يعني بعض القوى الفلسطينية وحتى الإسلامية مننا وأنا بدي أقدر موقفها لأنه في جزء مننا تخلى أو رجع عمل مراجعة لحساباته ولعقيدته مرتين ومال باتجاه الاعتدال بالقراءات كتير وهذه فيها تحدي كتير حقيقة وأبو طافي إلى القوى الوطنية الفلسطينية اللي متمثلة بالمنظمة والفصائل وغيرة من القوى الفلسطينية الأخرى بالزمان قدمت يعني بادرت لكن للأسف أنا برأيي بالدولة متأمل هلأ بالعهد جديد لأنه صار فيه راس للدولة وصار فيه تراتبية للدولة وصار فيه وهلأ منشوف إن شاء الله عمل المؤسسات ما كنا عم نلاقي بادرة من الدولة اتجاه المبادرات اللي نقامت فيها يعني الفلسطينيين لعبوا دور إيجابي بحل إشكال الشيخ أحمد الأسير بالماضي لعبوا دور إيجابي يعني قدموا دور إيجابي بتسليم بعض المطلوبين الخطيرين واللي كان الأمن العام اللبناني أو مخابرات الجيش بتقول إنه هون مرتبطين بأحداث خطيرة لعبوا دور قدت إلى أرتدادات عندهم كمان نحن من وجبتنا أنه أيضا أن نقارب الملف الفلسطيني مرة تانية بإعادة قراءة هذه المقاربة بدأ إعادة قراءة سياسية أنا برأيي يعني خطاب الرئيس عون بالأم التحدي كان خطاب ممتاز لناحية حقوق الفلسطينيين الوطنية ونحن كنا من أيدوا بهذه الحقوق والفلسطينيين لازم يكونوا بأيدوا بهذه الحقوق لأنه هي أهم حق العودة ولبنان دائما كان من الدول العربية للأسف في هذا الزمن الردي اللبنان بعض من الدول الأليلة التي تطالب بالحق الفلسطيني بجد وهذا يسجل للسلطة اللبنانية علينا من هنا طالما نحن هلأ صار في عنا رأس للدولة طالما هلأ المؤسساتنا عم ترجع باتنشط حالة علينا أن نعيد مقاربة وقراءة جديدة للملف الفلسطيني في لبنان اليوم دكتور هل تخشى من انفجار ما إذا هني عليهم أن يبادروا حسنية في بوادر معينة لانفجار لأنه شفنا مثلا بتوازي مع معركة الجرود تحرك المخيم معرفنا كيف تحرك كيف رجع نام داخليا هل في بوادر تأزيم وخارجيا أمنيا هل في بوادر حسم عسكري أم لا خليني أقول لك أنا برأيي أنه أن نطمئن أنه لن يكون هناك حدث أمني أو عسكري نكون نحن عم نقلل من قيمة خطورة الوضع ولكن أن نحسن بأن هناك حدث عسكري أو أمريكا يكون عم سهل المعدل أنا برأيي نحن بحاجة إلى جهد مكسف بحكيك بقى دقة تفاصيلة لو كان الوقت يسمح نحن بحاجة إلى جهد مكسف وللتعامل مع الحدث اليومي بشكل مكسف ولربطه بالقرار السياسي أيضا بشكل مكسف بعتقد أنه هناك فرصة جدية إذا ما خلصت النواية وكان فيه قرار سياسي جريء ونحن تعودنا على القرارات السياسية الجريئة بهالعهد حتى ولو أحيانا كانت يمكن شعبيا مش كتير المزيج بركب عليها لكن أنا برأيي هذا الذي يميز المسؤول المسؤول عن المسؤول اللي بس بدي عمل انتخابات يعني القرارات بجدية أنا برأيي ممكن حقيقة أن نتجوز هذا القطوع بما يؤمن سلامة صيدة يؤمن سلامة محيط صيدة سلامة الوطن وسلامة أخواننا الفلسطينيين ماذا عن العلاقات الصيدوية الصيدوية الانتخابات النيابية موقع عبد الرحمن البزري هل يتحالف مع طيار المستقبل أم ضده هذه الأسئلة سنجيب عليها بعد الفاصل مشاهدين بريك سريع ونعود إلى هذه الحلقة مع الدكتور عبد الرحمن البزري الرئيس السابق لبلدية صيدة ونتابع هذه الحلقة من حوار اليوم مع رئيس السابق لبلدية صيدة دكتور عبد الرحمن البزري سؤالي هل عبد الرحمن البزري مرشح لانتخابات النيابية بالطبع مع من؟ أنا محالي بالأول مش مع حدا يعني خليها نقول بالأول بتحالفات السيئيسي أنا منحكي بالتحالفات لأنه بتعرف اليوم في خرطس انتخابية جديدة لم يعتد عليها المواطن بدك تعمل تقييم لهذه الخرطة بداية ايه أنا مرشح وانا لم أترشح في الدورة الأخيرة لأنه اللي عمل القانون استقصد أنه يغيبني لما نحط أنه يحق الرئيس البلدية أن يترشح إلا إذا كان رئيسا لاتحاد رئيسا لبلدية مركز قضاء ورئيسا لبلدية مركز محافظة وهي صيدة استبعدنا فلذلك أنا مرشح ومرشح منطقي جدا والناس هي بتقرر إذا أستحق أن أكون نائبا ولا لا مش أنا اللي بقرر هلأ الخرطة السياسية اختلفت شوية لأنه بالنباندي صيدة تعودت على خرطتين تعودت إما على خرطة أن تكون جزء من الحالة الجنوبية الكاملة وهنيك بالتالي كان السلط الصيدوي يصبح تأثيره أضعف وتحولت أن تكون صيدة مدينة منفردة لحالة وهون يصبح الصيدة الصيدوي هو بالكامل اليوم الصوت الصيدوي تم ضمه لمدينة عزيزة جدا وفي علاقات تاريخية بينه وبينها هي جزين وقضاء طبيعي في حسرة بالقلب بين الصيدة وعند الجزينية أنه شرق صيدة تم عزله هو الوسط المنطقي لأنه إنمائيا وإعماريا كيف بدك تعمل مشاريع بتهم صيدة وجزين بدون ما يكون فيه قيل أنه هذه فضية أنو الانتخاب لو يقف الرئيس بالرئيس يعني حقيقة كمان بالنقاش مشان نحن أعطيها أقول الرئيس بالنقاش مع الرئيس بالرئيس أنا كمان كان بهمني أنه دل صيدة ودل جزين وهو تعرف له صداقات وله علاقات بصيدة وجزين هلأ كيف صارت أنا اللي بهمني مش هون يعني أنا اللي بهمني هو أنه صيدة وجزين يعني يتكاملان هن مدينتين فيهن حتى تركيبات سياسية شبيهة ولو بقراءات مختلفة يعني صيدة مدينة بقت قوها السياسية إلى حيثيتها مضاعت بما يسمى أو دابت بالنمط الوطني أو اللي صار سواء كان على الصعيد يعني أجل حدا نصادر كل مذهبة أو كل فطأ أو كل فكرة ونفس الشي جزين جزين هي مدينة كمان أهم جدا وكانه تاريخيا يعتبر تعتبر صيدة مجتة جزين ومنطقتها وجزين ومنطقتها هني نصيف صيدة وكل العيال الجزينية كان لها بيوت بمدينة صيدة مش هنيك الناس حسيت حالة متقاربة بالأدول لذلك اليوم في قراءة لأنه اليوم اليوم الأنون فرض عليك شغلتين فرض عليك التحالف لأنه ما فيك تكون بلا حدا من جزين وفرض عدد محدد لحتى تتمكن من تكوين لائحة غير مكتملة أو مكتملة يعني اليوم نحن صيدة جزين خمسة وهي تعتبر من أصعب الدوائر الانتخابية لأنه هي بدأ أعلى نسبة ما يسمى حاصل انتخابي رأيت اليوم يعني خمسة على مدينة مثل صيدة وجزين معناتها لحاصل انتخابي يجب أن يتعدى الخمسة عشر ألف أو الاربع عشر ألف في أنه حاصل عالي إذا ما قرنا بمناطق أخرى كتير بلبنان اثنين بدأك بالحد الأدنى ثلاثة يعني بدأ يكون يا أحدا من صيدة واثنين من جزين أو واحد من جزين واثنين من صيدة أو أربعة أو خمسة يعني اللائحة المكتبلة لذلك القوى السياسية هلأ كلها بحالتين حالة أول شيء قراءة ساحتها المحلية لأن الصوت التفضيلي حصر الصوت التفضيلي اليوم مثلا الصيدوي لا يستطيع أن يفاضل إلا بين الصيدويين والجزيني لا يستطيع أن يفاضل إلا بين الجزينيين إنه على القضاء وبالتالي على مستوى القضاء فإذا بدك القراءة بالأول على مستوى دائرتك نفسها بعدين بدك القراءة على مستوى الدائرة أجريت هذه القراءة عمنا أجرينا هذه القراءة اليوم بالخارطة الجزينية خلينا نقول بالخارطة الصيدوية من أقرب إلى عبد الرحمن البزري اليوم اللي قالك بالخارطة الصيدوية بعتقد بالحد الأدنى فيه ثلاث لوائح بعتقد بالحد الأدنى فيه ثلاث لوائح يعني فيه لعحة فيها أنا فيه لعحة فيها النائبة هي الحريري وفيه لعحة فيها الدكتور أسامة صعب بعتقد أنه هذا يعني هذا الأقرب للواقع هلا بعدين شو بيصير كمان خلينا نشوف يمكن يصيروا أربع يعني بجزين كمان بدك فيه قراءة فيه واضح جدا أنه فيه قوة كبيرة بجزين هي التيار ورغم ما يحدث الآن من تأييم محلي داخل التيار نفسه سوى على مستوى الانتخابات المحلية على مستوى يعني عدد تأهيل المرشحين وعدد كبير من المرشحين لكن يبقى القوة الوزنة الأكبر بالمنطقة هو التيار لذلك هلا السؤال كمان فيه سؤال عند الطيار الطيار هل هو حليف حلفاء السياسيين بخطه السياسي من وقت ما كان هو محاصر مثل حلفاء ووصولا لوصوله إلى السلطة أم الطيار هو بده يكون حليف شركاء بالحكم كمان هذا السؤال مش عنده الطيار يعني نحن بالماضي كنا لما كان الطيار أول ما عمل خطواته الأولى بصيدة وبمنطقة صيدة جزين وبشرق صيدة كنا نحن جزء من هذه التحركات وكنا نغطي هذه التحركات وفي قراءة مشتركة بيننا وبين الطيار كتير واسعة وعريضة بالمفهوم الداخلي بمفهوم العلاقات الإقليمية بمفهوم الصراع مع العدو الإسرائيلي بكتير أمور نحن بالطيار منتقاطع السؤال الأساسي الآن الطيار اليوم في سقف تفاهمات حاكم علاقته بالسلطة واليوم الجنرال عون هو أب الجميع لذلك يجب إبعاده عن ما يسمى التحالفات السياسية لكن اليوم الطيار بإدارة جيل جديد الوزير جبران بسير ومن يعونه بالطيار لذلك الطيار علي أن يختار هل هو مع حلفائه ولا مع شركائه بناءًا عليه فيه قوة تانية مؤثرة بالجزين فيه ما يسمى العائلات الجزينية أو القوة المستقلة الجزينية وفيه القوات اللبنانية وفيه قوة تانية سياسية مثل الكتائب كمان لها حضوروا بالمنطقة ويجب تأييمه وتأديره هلأ فيه كمان دور للرئيس برري والحزب الله بجزين لأنه فيه شريحة وازنة من الصوت الشيعي التي هي مرتبطة بالسياسي ارتباطاً قضوياً بالطيارين الشيعيين الأكبر حزب والحركة تحتناً كمان هو الحزب والحركة مع من يريد أن يكونوا بالتحالفات السياسية وما يتبعه من تحالف على الساحة الصيادوية أنت لمن تشعر أنك أقرب اليوم أو لمن تعمل أن يكون حليفك بالانتخابات أنا قراءتي واضحة أنا قراءتي بداية بعتبر أنه ما رح تجتمع متى المستقبل لا يمكن أن تكون مع النائبة هي الحليلة بلايحة وحدة خليني إليك شغالي نحن وطيار المستقبل إذا كان في شيء بيفيد مدينة صيدة بعتقد كنا من التقيمة في مشكلة وعم من التقيم تشوفونا حتى بأحيناً بالحدث الاجتماعي أو الحدث الامائي مع بعضنا ولما كان في بلدية واعتبرت أن الأستاذ محمد سعودي جيد لإكمال الملف الامائي بصيدة تقاطعت أنا وطيار المستقبل وأنا وطيار الجامعة الإسلامية رغم أنه قراءاتي السياسية الأخرى يمكن أكثر تقاطعاً مع الطيارات الأخرى بالمدينة لكن أنا اليوم بالنيابة الأمور تختلف لأنه النيابة فيها سياسي وليست فقط إنماء يعني في جزء مننا ملف إنمائي ما في شك بس في جزء مننا ملف سياسي ترشيح نايف رئيس فؤاد سانيورة مستبع تصار؟ والله ما بعرف هذا الرئيس فؤاد سانيورة هو الوحيد اللي بيستطيع أن يجيب معه لأنه حكيت حضرتك أنه ليحة هي الحريبة هي رأس اللائحة ما نروح لها ما بعرف هذا اللوح فيه إلى رأس ولا ما إلى رأس يعني أنا برأيي يعني فيه لائحة اللي ستبهية موجودة فيها والنائبهية الحريري موجودة فيها الرئيس سانيورة ممكن يكون الشريك الأساسي معاون بهذا ممكن رئيس سانيورة ما بعرف شو عنده حسبات أخرى هذي بعود للرئيس سانيورة بعدين المستقبل بده ينزل بنائبين ولا ينزل بنائب واحد الطيار بده ينزل بثلاث نواب ولا بده يفتح مجال للآخرين ينزلوا فيما يعنيني أنا تحديدا أنا واضح موقفي أنا مرشح أعتبر أنه حقيقة الواقع السياسي اللبناني يحتاج إلى تغيير هذا التغيير يحتاج إلى ما يسمى إعادة تأييم التوازنات السياسية اللي حصلتني في لبنان منطقة صيدة جزين منطقة تستحق أن يعاد التأييم فيها مرة تانية بما يتناسب مصلحة أهالي المنطقة ما فيك تكون بالسياسي أنتوا واحد ما بتقرأ يعني ما في قراءة مشتركة ما في قراءة مشتركة حتى بالحد الأدنى 70% مش 40% يعني أو 60% أو 70% بالحد الأدنى مشتركة ويجب أخذ بعين الاعتبار مستقبل منطقة صيدة جزين لأنه نحن نعرف أنه تغيير القانون الانتخابي في لبنان ليس سهلا يعني إحنا شفنا قدية عانينا لحتى وصلنا لهالأنون اللي عنا عليه كتير تحفوزات يعني فعلياً عنا كتير تحفوزات عليه لكن حقيقةً ما يهم صيدة ما يهم جزين لجب أن يكون أولويتنا كيف نقدر ننقل صوت الناس بصيدة وبجزين يكون صوت واحد وكيف ينعكس هذا على المستوى الوطني أنا بيعتبر أنه آن الأوان لإحداث تغيير جزري بالسياسي اللبناني ممكن نحن نكون أحد عناصر التغيير وهذا العناصر بدأ يد جزينية تساعدك بالتغيير بدأ مناطق بدأ قوة أخرى في لبنان حية أيضاً تطالب بالتغيير الجماعة الإسلامية موقعة شو اليوم؟ جماعة الإسلامية قوة غير قادرة على تشكيل ليحة؟ الجماعة الإسلامية قوة موجودة بالمدينة صيدة وعندها حضورها السياسي وحضورها البلدي وعندها نشاطات ما يسمى الاجتماعية قرارة السياسي بإيدها هي تختار أن تترشح أو تختار أن تدعم لائحة أو لا تنسى أن الجماعة عندها مصالح تختلف مثلاً عن القوى الأخرى لأن الجماعة عندها مصالح بأكثر من منطقة مصالح انتخابية وسياسية بدأت تكون مرتبطة بالتحالفات الأخرى ممكن تكون سيدة ساحة التنافس تبعيتها ممكن تكون سيدة ساحة داعمة لقوى أخرى من أجل التنافس منطقة أخرى هذا الجواب هني بفضل ما جمعته البلدية يوماً بينك وبين دكتور أسامة سعد نيابياً غير وارد لا مش بالعكس نحن والدكتور أسامة نعتبر أنه في كتير أمور نتفاهم حولها نتعطى حولها في قراءة مشتركة لمفهوم لبنان بالصرع العربي الإسرائيلي في قراءة مشتركة لمفهوم لبنان بالقراءة الإقليمية في قراءة مشتركة لما نريده اجتماعياً ومطلبياً ومطلبياً ولكن في أمور يعني كل واحد فينا بيحول يقاربها بأسلوب يختلف عن الآخر تاني شيء في شيء يسمونه النسبية والصوت التفضيلي الذي يفرض واقع يعني أنه بشانيك أنا بقول أنا يعني يجب أن تخض هذه الانتخابات بعيداً عن السلبية وأكثر بالإيجابية يعني أنت يجب أن تخض الانتخابات بنظرة إيجابية وليست نظرة سلبية مش بالهجوم على الآخرين ولا بتحدي الآخرين ولا بإثبات أين فشل الآخر وأين لم يفشل الآخر يجب أن تخضها بإيجابية هذا ما يقوم به الدكتور أسامة يعني تعيب عليه لا 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 أبداً بالعكس أنا عم بحكي شو بدي أعمل وأنا برأيي كمان الدكتور أسامة عنده كمان قراءة إيجابية للوضع وطيار المستقبل عنده قراءة إيجابية للوضع لذلك أنا بقول اليوم يمكن الواقع الانتخابي يصعب التحالفات أحياناً مستويات الخلاف بالقراءة على المستوى الوطني تصعب التحالفات تقاطع المصالح الصيدوية من أجل صيدة ومن أجل جزين يقرب التحالفات فبدنا نعمل توازن بينهم بس أنا بقول أنا بدي أخذ انتخاباتي من باب الحاجة إلى التغيير من باب حاجة المواطن أعطاء حقه ومن باب ما يسمى الإيجابية يعني نحنا ما جئين نعمل انتخابات لنقول وين فشل الآخرين نحنا جئين نصلح نحنا جئين نعمل انتخابات لنقول أين نستطيع أن ننتقد إلى الأحسن قبل أن نتابع بديشير لأنه قبل شوية كنا نحكي عن شأن الفلسطيني رئيس الوزراء الفلسطيني بأول زيارة لغزة منذ العام 2015 بهذه الأثناء أعلنتها الوكالة الصحافة الفرنسية بالطبع هيدو من العلاقات الإيجابية الفلسطينية ينعبروها المصريين وممكن أنه ينكز حتى إيجاباً علينا لأنه نحنا منعتبر أنه جزء كبير من الملف الإسلامي الفلسطيني حركة حماس مؤثرة كبير فيه وكل ما كان هناك ثقة بين حركة حماس وحركة فتح على المستوى المركزي كل من عكست الثقة على المستوى القطري وبالتالي بلبنان وتحديداً بمخيم الحلم إذا كان الوضع على ما يبدو لإيزال موضع مشاورات متى تتضح الصورة التحالفات بنظرك بالنسبة لصيدة جزين؟ قبل نهاية العام أو بعد؟ أنا برأي بصيدة جزين الآن في ديناميكية ما يسمى مرشحين ونحن من باب الحرص على الديمقراطية ومن باب الحرص على التعددية أنا بتمنى أن يكون هناك نسبة مرشحين فائدة بصيدة ويصبت مرشحين فائدة بجزين والسبب هو يجب إعطاء المواطن حق الإختيار بالأساس المواطن بعده مربك بالأنون أنا ليه بدي أروح نتخي بأربعة أو خمسة وما بعرف حدا منهم وبعدين بدي أنتخي بواحد منهم وإلى آخره لذلك أنا بعتد أنه هلأ في قوى جزينية يعني في شخصيات جزينية ترشحت بالماضي عم تدرس وضعها في قوى سياسية جزينية صر فترة من كفأة عن الترشيح عم تدرس وضعها فيه تيار كبير بجزين كمان عم بقيم وضعه بقيم تحالفاته فيه قوة تانية سياسية بجزين لها حضور فاعل مثل ما قلناك الكتائب والقوات اللبنانية كمان هي بحاجة إلى تقييم وضع نفس الشي بصيدة بعتقد أنه يعني ما بعتقد فيه شيء قبل رأس السنة ببلور التحالفات بالحد الأول ولكن كون أكيد أنه ما في حدا ما عم يجرب يستقرق ساحته ويحسن ساحته ويستقرق الساحة الأخرى لا يشوف كمان إمكانية التحالف لأنه هذه الانتخابات إضافة إلى المبدئية فيها فيها تكتيك كتير يعني النتائج بدأ شوية تكتيك بتلما بدأ خراءة مشترك هل في محاذير بالنسبة لدكتور عبد الرحمن البذري يعني التحالف غير ممكن مع الكتاب مع القوات مع حدا هل في خط أحمر أم لا أنا برأيي خلينا نقول لك أنا قراءتي أنا المحزور الوحيد بالنسبة لإليه هو جمهوري والمحزور الأساسي هو قراءة الزيتية أنا عندي تحالفات ولكن هذه التحالفات لا هي جربت تفرض وقاعة علي ولا أنا جربت دوب بوقعة عم بحكي على التحالف عن مستوى الوطني نحن عنا علاقات كتير جيدة مع قوة على المستوى الوطني كبيرة لكن لا هي جربت تفرض وقاعة علينا ولا أنا جربت دوب بوقعة وبالتالي المحذور الوحيد اللي بالنسبة لي هو أن يكون هناك بالحد الأدنى في ستين أو سبعين بالمئة قراءة مشتركة بين المتحلف أنوية وإلا ساعتها نحن ميكون ضربنا النسبية بالصميم لأن النسبية هي تعني شو معنية النسبية تعني أنه بدك تقصم اللبنانيين بالمستقبل إن شاء الله بتصير في نظام نسبي جدي بتقصم اللبنانيين بالمستقبل لقوة سياسية عندها انتماء على مستوى الوطن وساعتها بتشوف هالانتماء أو هالفكرة أو هالحزب أو هالتكتل قديش عنده تمثيل على المستوى الوطني طب إذا أنا بدي أجي ولا أقول أنه هذا التحالف تكتيكي وبعد ما أتحالف أنا وواحد هو بالمجلس بدي رفع إيده شمال وأنا بدي رفع إيده يمين هو يقول نعم وأنا أقول لا بكل الملفات معناها بكون أنا عم متوخزني يعني عم عم يكون غير صادق مع جمهوري وهو عم يكون غير صادق مع جمهوره وبالتالي منكون نحن ضربنا محورة الإصلاح الانتخابي بالصميم ونحن كنا كنا متأملين بنظام جديد وتأخرت الانتخابات أساسا سنة والرئيس عون إبلي ضحي بسنة زيادة من عهده من أجل إصلاح قانون الانتخابات ما يكون نحن ضربنا روحية القانون الانتخابي بالصميم هيك أجوبة سريعة إذا أمكن تحالف مع طائر المستقبل وارد أم لا؟ أنا برأي أنه هلأ ما بعتقد أنه ما في السبب لحد أن يتحالف مع حدا بمدينة صيدة بداخل المدينة للسبب برجع أقول لك لأسباب عديدة منها التناقض بالقراءة ومنها أحيانا التقطع بالقراءة ولكن منها أيضا للتكتيك الانتخابي تحالف مع القوات اللبنانية وارد أم لا؟ يعني التحالف بتكشف القوات اللبنانية هي كمان ماذا تريد في المنطقة هل هي مرشحة ولا لا؟ مظبوط أعلنت مرشح ولا لم تعلم مرشح أعلنت عجيش حد ذاته عجيش مظبوط ولا لا؟ ولكن كلنا نعرف نحن أن القوة التي لها أكثر من حضور في منطقة بالآخر هي قوة قابلة للتفاوض في مكان ما وفي آخر برجع أقول التحالف يجب أن يلقى أذانا إيجابية صيدوية ويجب أن يلقى أذانا مريحة جزينيا أنا عم بيحكي ميدة الصيدوية وبعتقد بجزين العكس صحيح مع التيار الوطني الحر؟ نحن كنا حلفة بالأساس فنحن كنا يعني نحن معتبر حالنا كنا بالأساس حلفة بالسياسي لكن النمطية اللي عم تمشي فيها الأمور بالطيار وأسلوب تصرف وطريقة تصرف والطيار رغم أنه يعني التواصل بعدنا بين هذا بيوحي أنه الطيار يميل إلى التحالف مع المستقبل شريكه في الحكم وليس مع يعني ما يسمى اللي كان فيه قراءات مشتركة بالماضي بينه وبينهم وهذا حقه يعني ما فيه مشكلة مع مرحيم عزار؟ مرحيم شخصية محلية جزينية فاعلي بيو الله يرحموا كان له حضور كمان جزيني وعمل ناب بالمدينة وهن بيت كريم كتير إبراهيم له جزور صيدوية أساسا هو جرنبي يعني بصيدة وبالتالي إبراهيم من الناس اللي ولا صيداوي عنده مشكلة بالتلاء معه هو ما عنده مشكلة بالتلاء مع أي صيداوي لكن كمان هذه المتروكة لا إبراهيم ولا إلي أو لغيري للوقت اللي بتشفي كمان الحساب الانتخابي في حدا ما سمينيه؟ عنده كتير ناس ما سميتهم بعد مرشحين أنا برأيه في قوة جزينية مثل مين؟ يعني في قوة في مثلا العميد جبران ترشح هذه المرة وأخذ أصوات حيزي فيه النئب إدمور رزق والأستاذ أمير رزق كمان موجودين بالساحة في قوة كاتوليكية بجزين ما حدا يستقل فيها يعني فاعلي يعني فيه سليم خوري فيه شاب من بيت صوايا عم بيحرق بالمنطقة لا المقصة سليم خوري يعني مرشح ضمن الحزب يعني تير وطن الحزب فيه قال كانعان اللي هنه عائلة تاريخية ممكن صارنوا فترة ما تحركوا بالسياسي فيه قال سرحان فيه كمان صارنوا ما تحركوا بالسياسي بشناك أنا أقول فيه ديناميكية ما نستعجل من هل بضوء الصوت التفضيل هل للقوى الخارج إطار الأحزاب أو القوى اللي هي عن جد عندها تقل فعلي قادرة أنه تناحر الأحزاب بدايرة هل قد فيها سياسة هل قد فيها ترامو دائرة بصوت التفضيل بصوت التفضيل بديعلك شغلية بصوت التفضيل قد يفيد الأحزاب في أماكن وقد يدعف الأحزاب في مكاتن وبيفيد اللي عنده حيثية سياسية أكتر ممكن من اللي عنده حيثية حزبية أعطيك مثل صغير خوض أي حزب ما بدي سميه خوض أي حزب بديطر ينزل ثلاثة أو أربعة أو خمسة بمحل واحد هو يمون على محازبين أو على مؤيدين وأن يدعموا الليحة لكن التفصيل كيف تتميز بالأصوات بما يحمي مصالح الثنين أو الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة يصبح أكثر صعوبة ما تنسى هذه الانتخابات تختلف عن انتخابات السابق بالانتخابات السابق إذا أنت عوني أو أنت حامل حركة أمل أو أنت من حزب الله أو أنت قواجي أو أنت كتائبي فيك أنت بسهولة تشكل الليحة وتقول أنه ندعموا للليحة محازبينك يلتزموا حسب مزاج الحزبة من مثلا المعروف محازبين يلتزموا تقريباً بنسبة 100% لبالتزموا إلى 70% بينما اليوم لا تجي أنت تقصم تقصم القوات بشان هيك أنا دائماً بقول أنه هذا القانون ولو حتى أنه الأحزاب هي التي فصلته باعتقد أنه بالآخر بجزء من تفصيله يستطيع أن يحدث تغيير جدي مشانيك برجع بقول يكثر الحديث رغم أنه أنا مؤمن أنه الانتخابات بدا تسير ولازم تسير لكن مشانيك يكثر الحديث من فينة إلى أخرى أنه الانتخابات بدا تتأجل أو تأكيد المؤكد هو حيناً يدعوك إلى الشك أنه طالما هالأدوك شو الحجة؟ لا بالبناء بتلاقي لك سبعة تلاف حجة ما في مينة بالله لش نحن شو حجة التمديد الأربعة سنين الماضين مرة كانت الأمنية المستحدثة اللي اختفت بعد ما مش التمديد ومرة تانية كانت الخوف من الفراغ لك التبرير الوحي الخوف من الفراغ ما هو الفراغ ما هو الفراغ ما كان لازم نوصله يعني السؤال بدي سعلك هي أنه بالماضي كان تاريخياً المرة الوحيدة التي كان فيها تبرير جدي للتمديد هو لما كان في حرب أهلية عاصفة بكل الوطن حيث كان في حرب أهلية عاصفة بكل الوطن جعلت من المستحيل أن يكون اللبناني قادر على التعبير عن رأيه بها من بعدها أنا برأيي وهذه كانت كمان تمديد غير محبز من بعدها كل التمديدات الأخرى سواء بالموائع النيابية أو بالموائع الرئاسية أو بأمور أخرى كانت يعني ولو أنه يمكن النواية وراها قد تكون جيدة أنها لا تبرر التمديد مش هيك أنا برشعة بقول إن شاء الله ما يخترعوننا سبب للتمديد لكن أنا من الناس اللي إذا بدأ قراءة الشخصية وتمنيات الشخصية أن يكون هنا لكأنتخبت اليوم يعني بعد عنا تقريبا دقيقتين من الحلقة حمجوه بسرعة لا وأفضل هيك اللي كانت يعني قدرنا ناخد بعد نحكي شوي نختمه بالشأن الوطني العام هل راضي حاليا عن العمل الحكومي ما أنجز حتى الآن على هذا الصعيد أم تعتبر فعليا أنه هناك بالإمكان أكثر مما كان لكن أنا برأيي أنه نحن محكومين بالتوافق وسقف هذا التوافق إجا نتيجة التفاهمات إما عقدة سنائية وإما عقدة سلاسية وإما غيرها لكن هذا التوافق جمع مجموعة من القوى السياسية اللي هي بعدها على تناقض بكتير من الأمور على أنا برأيي مش على المصلح الوطني ما احترامي لأنهم على مصلحتهم السياسية يعني هذا التوافق لذلك لا يحافظوا على مصلحتهم السياسية اللي هي ممكن تكون مصلحة الوطن ممكن ما تكون مصلحة الوطن لا يحافظوا على مصلحتهم السياسية هذا بدون يحافظوا على الاستقرار الاستقرار بدوا ثلاث عناصر عنصر سياسي عنصر اجتماعي وعنصر أمني بالأهمية الأولى السياسية اللي هلأ منا شايفين استقرار سياسي رغم أنه الجنرال عون والرئيس بري بس يتفهم والأمور بتصير أحسن بكتير. رغم أنه الرئيس الحريري عم يقدر يشطل كرئيس وزارة مع الجنرال عون هذه هي نقطة. ولكن بعد في كتير. وهذا لأنه الاستقرار السياسي محكوم بالطناقضات الإقليمية غير الطناقضات المحلية. وإن شاء الله ما يكون فيه هلأ ملامح أو عم نشم ملامح إعادة تصعيد إقليمي مرة تانية. النقطة الثانية اللي هي كتير مهمة هو التوافق الاجتماعي. على المواطن اللبناني أن يشعر بالاستقرار الاجتماعي. ما حدث بالسلسلة وبالزودات ساعة أصحاب العمل بيخافوا على مصالحهم وبدوا يسكروا مؤسساتهم. وساعة العامل مسكين مضطر يشطر زيادة لحص الحقوق مكتسبة والموظف مضطر يشطر زيادة. والدولة بتحكي عن القطاع الخاص والقطاع الخاص بيحكي عن القطاع العام. وبتنفرض ضرائب بدون موازنة وبيختلفوا على تفسير المادة 81 و83 وغيرها من المواد وملجز الدستوري بيرد بتبرير معين. فهذه كلها بيدي علامات أنه بعض الهلاء الاستقرار الاجتماعي غير مؤمن. الاستقرار الأمني. نرفع التحية للجيش للقوة الأمنية الأخرى يعني القوة الأمنة داخل المعلومات الأمن العام. أمن الدولي اللي هلأ قاعد تحريكه. نرفع لهم التحية منقول أنه بالحد الأبنى الاستقرار الأمني. الأمن المباشر على الأقل يبدو أنه لبنان اليوم وهذه دعوة لكل اللبنانيين من ريحة زيارة الوزير باسيلي. يعني أنه يمكن لبنان أأمن حتى من مناطق الاغتراب اللي عم بيعدوا فيها. الدكتور عبد الرحمن البزري الرئيس السابق لبلدية صيدة. حلقتنا مرأت بسرعة. جربنا فيها يعني نجاوب على كل العنوين الصيدوية الأمنية والاجتماعية. شكرا جزيلا على هذه الحلقة ضيف عزيز على الو تي في. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم بالطبع غدا حوار يوم جديد مع الزملاء في قسم الأخبار. إلى اللقاء.